وزير رأي دكتور محمد عبد العاطي وجه رسالة النهاردة هو التحذير التاني لمصر خلال اسبوع اللي هو الاسيوبيا تحذير واضح قال ايه قال احنا بنحتفل النهاردة كذا ولكن عندنا اكبر تحدي كبير بواجهنا ما تقوم به اسيوبيا حاليا في السد الاسيوبي وانه التدعيات السلبية لو خدت اسيوبيا اجراءات احدية مصر لن تقبل لن تقبل الاجراءات الاحدية التي تأخذها اسيوبيا نهاردة قال كده لن تقبل مصر النهاردة لا تتحدث على ايه وايه مصر النهاردة بتقول كلام واضح امن قومي لن تقبل لن تسمح بقاء ووجود اربع خمس كده يعني جمل بيتم استخدامهم خلال الفترة الاخيرة نتيجة ايه الملاوعة والمراوغة الاسيوبية فمصر النهاردة بتتكلم بشكل واضح امن قومي بكرر الحكاية دي كل يوم قلت لحدك واتكلم عن الموضوع ده كل يوم امن قومي مسألة وجود وبقاء مسألة لن نقبل اي امور احدية ولن نسمح وانه هذا الامر يعرض شعبي مصر والسودان لمخاطر تهدد حياتهم لغة مصر النهاردة في هذا الامر طبعا واحنا بنتكلم على السد كمان النهاردة وزير الرأي السوداني قال لأسيوبيا انكم يعني بنستغرب ان انتم ازاي بترفضوا الوساطة الربعية الدولية الربعية الاتحادين الافريقي والاوروبي مع الولايات المتحدة مع الامر المتحدة ليه سيوبيا بترفض الوساطة ليه بترفض اطراف اخرى تدخل سيوبيا لحد النهاردة بقولك لا مش عايزين اي حد في المجتمع الدولي احنا كفاء علينا لتحدي افريقي وبالتالي سيوبيا لن تقوم باي اجراء يؤدي للوصول الى اتفاق انا اللي بقولك كده سيوبيا لن تأخذ اي اجراء يؤدي ان احنا نتفق مع بعض احنا التلاتة السيوبيا اللي هي بتعمله النهاردة ومستمرة عليه بالمناسبة السيوبيا تتحدث عن الملء التاني ورايحله بغض النظر معي وبالتالي هو لا ليها علاقة فيه اتفاقياتها التم ولا ليها علاقة انه فيه مفاوضات تحصل ولا ليها علاقة ان دول تتدخل هو مكمل في المسار بتاعه امتى المسار بتاعه امتى الحكاية بيتكلم النهاردة على اندو مصر بتشتغل اكتر مننا دبلوماسيا وكالة الانبياء الاسوبية وموقع صاد البلد نقل خبر عن رئيس الوزراء ابي احمد وذكر كده انه مصر نجحة دبلوماسيا انها تقنع العالم كله بموقفها وبيقول ان الدبلوماسيا اهو ابي احمد يعترف مصر تربح الحرب الدبلوماسية هو هنا اطلق عليها الحرب خلي بالكم سواء ما تقولش كلام وخلاص لا الحرب هو بيتكلم على حرب دبلوماسية حتى الدبلوماسية بدل ما انت بتكلم على دبلوماسية قالك الحرب الدبلوماسية مصر تربح الحرب الدبلوماسية في ازمة السد ضد اسيوبيا والقى باللوم على المسؤولين الاسيوبيين وعلى الخارجية وعلى الدبلوماسية الاسيوبية وقال انه مصر نجحة انه مصر عندها علاقات زي ما هو بيقول يعني تفاصيل خبر قالت كده انه مصر عندها علاقات قوية جدا مع مختلف دول العالم ومصر قدرت تحط العالم كله أمام أزمتها أمام هذا المجتمع الدولي وقال ده بيحقق أنه مصر عايزة تصل لهذا الهدف ولكن هو قال كمان إيه أنه هذا الأمر مش هيخلي إسيوبيا تتراجع عن الإجراءات اللي هي بتشتغل عليها إجراءات اللي هو بتكلم عليها إسيوبيا عندها مية يعني كان عندها عشر أحداشر نهر وبحيرة عنده أكتر من مية وعشرين مليار متر مكعب إسيوبيا عندهم ومش عايزنا حصتنا التاريخية وميتنا التاريخية يجي يقولك مصر ليه بتاخد خمسة وخمسين ديسه ده نتاخد تمنتاشر وعنده مية وعشرين مليار متر مكعب مية بتنزل على إسيوبيا وبالمناسبة إسيوبيا يعني إحنا عندنا بنستورد أكل وحاجات وحاجات بحوالي خمسة عشر مليار مثلا هم دول مية لأنه إنت فيه حاجات بتجيبها يعني توفيرا عن المية بندفع فلوس عشان نشتري حاجات بدل ما عد هنا وتستخدم مية تعمل ده عملنا مشروعات هائلة في البنية التحتية والتحلية وغيره وغيره عشان وحتى طبطين الترع المشروع القوم اللي بنعمله كله ده عشان توفر مية لأن إحنا عندنا عجز مائي عجز ما عندناش وفرها في المية عندنا عجز عندنا مش أقل من عشرين مليار متر مكعب عجز وإحنا دولة فقيرة في المية عندنا نضرة في المياه إحنا حصتنا لو كان من كم سنة من كم تلاتين أربعين سنة مثلا الواحد ليه ألف متر مكعب النهاردة أقل أقل من ستمائة متر مكعب وهو أقل حد أدنى للفرض للمية على مساء العالم إحنا من الدول اللي عندها نضرة مية ولو عادنا على الحال اللي إحنا بعدد سكان بعد عشرين سنة من النهاردة هيكون المية أقل كمان من تلتمائة وخمسين متر مكعب مية للفرض اللي هي مش ممكن دي معناها اللي ما حصلتش في العالم العالم بيتكلم على سبعة تلاف متر مكعب مية نصيب الفرض وأنا في مصر بيتكلم على أقل من ستمائة حوالي خمسمائة واربعين خمسمائة وخمسمائة واربعين تقريبا متر مكعب ما صلوش ستمائة والفرض في العالم بمتوسط من ستة لسبعة تلاف متر مكعب شوفوا الفارق ما بيننا وبين العالم في استخدام المية يبقى ده بيؤكد الحاجة الملحة انه حتى مهما نعمل مشروعات بتاع مشروعات اللي هات كافيك قد ايه وتوفر لك مية قد ايه للفرض نصيب الفرض كل ما بيزيد عدد سكان بتواجه تحدي اكبر اللي بقوله حق النهاردة لو بنتكلم على 545 540 متر مكعب بعد 10 سنين من دلوقتي او 15 سنة هيكون حوالي النص او نص تحديدا من هذا الرقم فهنوصل لفين تحدي رهيب بواجهنا وهو اصعب تحدي بواجه مصر النهاردة ده احنا لو ما عملاش مشروعات السنوات اللي فاتت وعندنا مشكلة من اللي بيقوله حضراتكم عندنا مشكلة عندنا عجز 20 مليار عشان كده كل واحد يحافظ على نقطة مية النهاردة بنعمل زراعات وبنعمل حاجات عشان يعني يعني توفر المية زراعات بالرأي الحديث اراضي النهاردة اشتركوا في القناة